أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا على يوم الأربعة ثلاثين آذار مارس القمر طبعاً وجود في منزلة المؤخر الآن مواعد بث الحلقة وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة عشرة واربعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الرشا وهي آخر منزلة بالمنازل الفلكية وهي منزلة العلاج والربح والسلام والصلاح طبعاً القمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته في تأثيرات على جميع الأبراج من صفات برج الحوت رح تكون فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانباً وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضاً من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية اللي موجودة اللي هي البطيئة واللي مستمرة في تأثيراتها أول زاوية هي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي زي ما حكينا أنها بدأت يوم 26 ثلاث ومستمرة لغاية يوم 31 ثلاث تأثيراتها من تأثيراتها السلبية أنه تنقطع العلاقات الضعيفة العاطفية من غير رجعة في هاي الفترة تأثيراتها السياسية لها تأثيرات على أمور لها علاقة بالمجال الفني والمنتوج الفلاحي ارتفاع الأسعار يعني اضطراب في البورصة في الأسهم في الأمور اللي زي هيك برضو بصير فيه نوع من أنواع الكساد وقلة المبيعات لها الأمور الفنية أو الأمور اللي لها علاقة بالفن برضو الناس بتميل للتقيد بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أكثر بالنسبة للزاوية التي تليها واللي اليوم بدايتها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين عطارد وبين الشمس وهاي رح تبدأ تأثيراتها اليوم اللي هو 33 رح تستمر بتأثيراتها لغاية يوم 6 أربعة طبعا ذروتها هي رح تكون في ساعة مساء يوم 2 أربعة في الساعة 11 أو 10 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر فهمه أو تعذر فهمه في الفترات الماضية وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات والتنقلات أو السفاريات الضرورية أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي اليوم رح تتشكل طبعا عنا ثلاث زوايا اليوم أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها لغاية ساعات ما بعد العصر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا شيء غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 24 دقيقة مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصناوبرية هرمون مسكن الآلام ما بيكون برضو في ضغط عليه وهرمون برضو المساعد على النوم اللي هم الأندروفين والميلاتونين هذول هرمونين بيأثروا في هاي الفترة عشان هيك كثير من الناس بيصير عندهم أرق في النوم أو كوابيس في النوم وبرضو الآلام بتكون زيادة عن اللزوم بهاي الفترة بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا هو مناسب ولكن ممكن تظهر بعض الآثار اللي هي مثل آلام أو تهيج مكان اللقاح أو شوية حرارة فهنا البندول أو البرستيمول مفيد جدا أو مهم جدا كل ست ساعات حبتين وبرضو كريم الفوسدين على مكان اللقاح بيكون برضو ممتاز جدا بالنسبة للقمر بما أنه في برج الحود خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس 31 ثلاث بيبدأ في تمام الساعة 6 و 36 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و 30 دقيقة صباحا ليستقر القمر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 33 دقيقة صباحا بيصير 28 يوم نسبة الإضاءة بتصير 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد بنسبة 60% القمر في الحوت حتى يوم 31 ثلاث سعيد بنسبة 70% الآن ولكن من ساعة الصباح بيبدأ يتناقص تتناقص صعودته حتى تصل في ساعات العصر لـ 15% وبتكمل لنهاية اليوم بالنسبة لعطارد في برج الحمل طبعا هو رح ينكت لغاية يوم 11 أربعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 60% المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 50% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 أربعة ستة سعيد بنسبة 15% أورونس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بالتعب بنال منكم وتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم فعشان هيك بتكون تضعوا سلم أولويات للعمل الضروري وحاولوا أن تخلدوا للراحة طبعا هاي الفترة هي أضعف وأقل أيام الشهر حض لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك ما تراهن على الحضوض أبدا وحاول أنك ما تحسم أي أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أن يكون في عندك شوية فوضى أو تأخير أو خسارة أو نوع من أنواع القلق بهذا اليوم برج الثور بتنشطوه بين الأصدقاء وبتجدوه نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبينهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاولوا أنك تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة ممكن اليوم يكون في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنه ما تبقى وحيد واستغل الأمور الاجتماعية لإنجاز كل الأعمال المهمة برج الجوزة بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين واليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وبتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب وممكن تعيشوا فترات زي امتحان أو ضغط في حياتكم اليومية أهم شيء أنك ما تكون مهمل هذا اليوم طبعا لأنه الأجواء كلها بزاوية تربيع معك فهذا بيت السمعة ما فيه داعي للمجازفة أو للمغامرة برج السرطان يوم مناسب للأشخاص اللي حابين نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو السفر أو الامتحانات الجامعية فهذا يوم مناسب لهاي الأمور بتنجحوا بالسفر والاتصالات وبترغبوا في التفاهم مع أحباءكم أهم شيء أنكم ما ترتجلوا أي عمل ما تستخفوا بالواجبات العضواء كلها مسلطة عليك خلال هذا اليوم بناحية إيجابية فعشان هيك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية فهاي فترة مهمة جدا بالنسبة لأيلك برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية فعشان هيك بتكون تحاضروا من أي إهمال خصوصا لأمور إلها علاقة أو الأمور الإدارية أو الأمور القانونية فإنتوا اليوم بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعلجوا بعض الأمور المالية مثل إرث أو ضريبة أو تأمين أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم إشي أن تقضوا كل أموركم بدون تذمر برج العذرة تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وهي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر مقابلك تماما فممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية عشان هيك بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر فبدك تحاذر من المشاكل على أنواعها وتعتبر هاي فترة مرضو من أصعب أيام الشهر برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكتحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب للحركة والنشاط ولكن ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت وحاول أنك تراعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فهاي فترة مهمة جدا فلازم تهتم بصحتك وسلامتك الجسدية برج العقرب ابتجتازوا بصورة عمي يوم إيجابي جدا بيبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني فعشان هيك بدعوك للإبكار لنشاطاتك عدم التلكؤ حذر بشكل جيد لعملك ما ترتجل اليوم الأجواء جيدة على المستوى العاطفي على مستوى الأبناء مستوى الحب مستوى الأحبة مستوى الهوايات يعني يوم ممتاز جدا فممكن اليوم تنطلق بمشروع جديد أو تتلقى إشارة فالحض أكيد رح يكون لصالحك برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو اليوم تقدروا تعززوا الروابط العائلية وتلطفوا الأجواء ممكن تظهر بعض المسائل اللي تلفت انتباهكم أو الاهتمام العائلي زي تصلحات ترتيبات مناسبة معينة حدث معين أو ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد فعشان هيك الأجواء جد فيها نوع من أنواع الحظوظ وهي بتدعوك لتكرار المحاولات برج الجدي طبعا هذا اليوم يوم مناسب جدا للاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع ممتاز جدا وبتقدر تعزز العلاقة برضو مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لا تقديم الامتحانات ولا المشاركة في المؤتمرات والندوات فعشان هيك بتقدر تطرح أي موضوع حساس أو تروج لأي عمل أو لأي خطة قادمة وبتقدر تعزز برضو علاقتك مع الأحبة برج الجدلو طبعا اليوم التركيز كله على الأمور المالية فمنكم أشخاص ممكن يحصلوا على مكسب مالي بيجي من عمل أضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو أموال قديمة ممكن تحصلها وهذا شيء بيدخل تحسين على ميزانيتك بسبب الطاقة الإيجابية الموجودة منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة وممكن تحسن وضعك المالي أو تهتم بأمور إلها علاقة بالفواتير أو المستردات أو الدفعات المالية أهم إشي تنتبه على حالك من الصرف لزيادة برج الحوت بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع طبعا بتقدر تعززوا مع نوياتكم بشكل جيد وتتحمسوا للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة ممتازة جدا وحافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجعة أو خبر سار خلال هاي الفترة أو استعداد لورشة جديدة أنت بدأت في مرحلة مميزة لهذا الشهر أو اللي هو ابتداء من هذا اليوم فعشان هيك لازم تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء